الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار الجهود للنهوض بقطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعات والمعاهد المصرية نظراً لدرها المحوري في عملية بناء الإنسان المصري وسقل جيل للمستقبل من الكوادر الشابة اتساقاً مع ما تصب إلي الدولة من تحقيق التنمية الشاملة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمان بحث الرئيس الموقف التنفيذي لإنشاء عدد من الجامعات الجديدة الأهلية والخاصة في مختلف أنحاء الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة ما تم إنجازه خلال عام 2018 في مجال توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة في ضوء توصيل الغاز الطبيعي لأكتر من 70 منطقة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة كما نشدد الرئيس خلال اجتماعه مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمهندس طارئ الملة وزير البترول والسروة المعدنية على تسهيل وصول الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم والتوسع في توصيل الغاز للمنازل وخاصة في محافظات السعيد والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة الرئيس عبدالفتاح السيسي قال أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي العام الماضي وهو اللي قادم عارك البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردا وتحمل كلفة الإصلاحات الاقتصادية وده حسب منشرة الصفحة الرسمية للرئيس على الفيسبوك كما نأكد رئيس السيسي وقال في مستهل عام ميلادي جديد تأملت العام الماضي باحثا عن البطل الحقيقي لأمتنا فوجدت أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي فهو الذي خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردا وتحمل كلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتابع لذلك فإنني أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنصيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما والتنصيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابا وشيوخا رجالا ونساء وبرعيتي المباشرة لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال العام 2019 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أشاد بموادرة حياة كريمة ولا أطلقها الرئيس لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة خلال العام 2019 رئيس الوزراء كلف الحكومة بالبدء في تفعيل المبادرة على الفور وبلورت رسالتها النبيلة في صورة محاور عمل وتنفيذها بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجا وبخاصة في القرى والدكتور غادوالي وزيرة التضامن الاجتماعي حتى عقد اجتماع النهاردة مع عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتنسيق جهود المجتمع المدني استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة وزيرة التضامن كانت أثنت على المبادرة اللي أطلقها الرئيس السيسي تحت رعيته المباشرة بعنوان حياة كريمة لفئات المجتمع الأكثر احتياجا خلال العام 2019 وأكدت الدكتورة والي أن المبادرة بتأتي في إطار اهتمام الدولة ورئيس الجمهورية بتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين السيد رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق دعوة للمجتمع المدني ولمنظمات المجتمع المدني وللجمعيات الأهلية لتنصيق جهودها لإتاحة حياة كريمة للمصريين الحقيقة الرسالة السيد الرئيس كانت بتشيد بالمواطن المصري باعتباره البطل في عام 2018 لدعمه لجهود بناء الدولة ولمسندته لقرارات اقتصادية كان لها أثر في وطأة على المواطن ولكن في سبيل الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي وإصلاح أوضاع كثيرة وبناء مستقبل أفضل كان فيه دعم ومساندة وصمود من المواطن المصري فكانت رسالة تحية من السيد رئيس الجمهورية إلى المواطن المصري باعتباره البطل وكانت دعوة للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتنصيق جهودها لإتاحة حياة كريمة والحقيقة اسم مبادرة حياة كريمة هو اسم بيحمل معاني كثيرة لأن الحياة الكريمة بتشمل أشياء كثيرة منها بنية تحتية أفضل في الأماكن التي تحتاج لبنية تحتية أفضل منها فرص عمل منها حماية للفئات الهشة منها مسندة في فئات معينة زي ذوي الإعاقة زي اليتيمات زي فئات مختلفة من المواطنين اللي يستحقون فعلا هذه المبادرة والحقيقة فور إطلاق هذه الرسالة من السيد الرئيس كان في تواصل من جمعيات أهلية كثيرة أدت اهتمامها ودعمها ومسندتها ورغبتها في تنسيق الجهود إحنا بنتكلم عن الفقر متعدد الأبعاد مش بنتكلم عن فقر الدخل ولكن بنتكلم عن تدخلات مختلفة متناغمة تؤدي إلى تحسين جودة الحياة تجعل من الجمعيات الأهلية تنص جهودها وتعمل معا في تناغم تجعل من المواطنين المصريين اللي عندهم أفكار واللي عندهم جهود واللي عندهم ما يخص مشكلات معينة بأفكار غير تقليدية إزاي كلنا نضع إيدنا في إيدين بعض لفعلا نحقق حياة كريمة لأهلنا وناسنا في اجتماع بكرة هيكون إن شاء الله هيعقد في وزارة التضامن مع أكبر عشر جمعيات بتعمل في مجالات التنمية الشاملة والتنمية المتكاملة والتدخلات على الأرض إحنا عندنا خرايط للفقر متعدد الأبعاد اللي بتبين شكل البنية التحتية في بيوتنا في قرانا بتبين المستويات الصحية والتعليمية بتبين التحديات المختلفة وبالتالي هيكون في جلسة مع الجمعيات الأهلية لتنصيق جهودها يعني الحقيقة تجاوب في قدر كبير جدا من الإيجابية من المجتمع المدني المصري اللي بيتسم بالحيوية وبيتسم بالشعور بمعاناة المواطنين فالحقيقة ما كانش فيه تأخر كان فيه استجابة سريعة جدا وردود أفعال إيجابية مش بس من جمعيات أهلية ولكن حتى من أفراد أبدوا اهتمامهم بهذه المبادرة وأرسلوا لنا وعلقوا حتى على وسائل التواصل الاجتماعي إنه إذا كان البطل بيعتبر أن الشعب المصري هو البطل فلا أقل من أن كلنا نتعاون وكلنا نمد إدينا وكلنا فعلا نعمل معا لتنفيذ مبادرة حياة كريمة نبتدي بها عام 2019 ويعني تطفي إيجابية أكبر وتنسيق أكبر على جهود جمعيات أهلية ومنظمات المجتمع المدني ترجمة نانسي قنقر